اشتركوا في القناة اول محاسبة سابقة مرحبا بكم ابنائي وبناتي طلبة كليه التجارة الفرقة الاولى ترم اول النهاردة بنستكمل الجزء التاني والتالت في معادلة المحاسبة الرئيسية او الاساسية او معادلة الميزانية تمام النهاردة حنشرح ان شاء الله الحالة التانية والتالتة او الجزء التاني والتالت طي المتعلقين بايه بقى يلا على بركة الله الحالة الثانية والثالثة الحالة الثانية بتتكلم على العمليات التي يترتب عليها نقص في مجموع جانبي المعادلة نقص في مجموع جانبي المعادلة ايوة يعني نقص في الاصول وفي الخصوم تمام دي الحالة التانية وحنشوف عليها عمليات محاسبية او بعد او دي دي الحالة التالتة عدم تغير مجموع جانبي المعادلة عدم تغير جانبي او مجموع جانبي المعادلة بمعنى ان في عمليات هتأثر مثل في جانب الاصول فقط بس مش هتغير من المجموعة هنعرف دلوقتي ازاي ان اصل يزيد واصل اخر ينقص تمام كده او في جانب الخصومة دولي الحالتين اتنين وثلاثة اخدنا في المحاضرة السادسة النهار دي دي المحاضرة السبعة المحاضرة السبعة تمام كده طيب هنشوف كده ايه الحالة التانية والحالة التالتة بولي تمرين ظهرت الميزانية العمومية لمنشاة السعادة في 15-05-2020 كالتالي ادي الاصول عليمين والخصوم على الشمال الاصول عندي اصول متدولة قصيرة الاجأ نقضية مليون ومئة الف عملاء 400 الف اصول سبتة أراضي 150 الف مباني 350 الف آلات ومعدات 200 الف مجموع الاصول 2 مليون ومئة الف طيب انت بتقول مجموع الاصول 2 مليون ومئة الف ايوة يبقى لازم حتما ولابد يكون مجموع الخصوم 2 مليون ومئة الف عشان دي ايه دي ميزانية عمومية الخصوم الالتزامات دائنين 600 ألف قرض البنك 200 ألف حقوق الملكية عبارة عن رأس المال 800 ألف وحساب اسم جاري صاحب المشروع ممثل في صافي ربح صافي ربح المشروع 600 ألف جنيه مجموحه 2 مليون ومئتين ألف بولي بقى وقد تمت العمليات الآتية خلال شهر مايو 2020 هنا عمل لي 7-8 عمليات تمام وفي الأخر بولي المطلوب بيان تأثير العمليات السابقة على معدلة الميزانية بصورة متتبعة متتبعة يعني وربع يعني التواريخ دي 16 وراء 18 20 21 23 25 27 29 كده الرقم العملية مثل 1-2-3 وكذا طيب بيان تأثير العمليات السابقة على معدلة الميزانية ماشي يعني على جانب الأصول وجانب الخصوم بصورة متتبعة وبعد ما نعمل كده وإعداد الميزانية العمومية في نهاية العمليات مستعينا بالميزانية العمومية المعطاة في بداية التمرين يعني بقى إحنا هنحل التمرين ده خلاص بشكل معين زي ما حلناها المرة اللي فاتت إن أنا ما نحط في جانب الأصول بصباء حتى أنت لو ناسي خد خد الحسابات اللي في الأصول كلها وافتح لها خانات يعني أنت أول حاجة بتكتب رقم العملية وبعدين التاريخ والبيان البيان اللي أنا هناخده من العمليات دي البيان اللي أنا بناخده ملخص لكل عملية طب عندي الأصول هنفتح إزاي أستاذ حسن وإنك أهو افتح خانة اسماء النقدية وهتحط فيها مليون ومئة ألف افتح خانة اسماء العملاء حط فيها ربعمائة ألف افتح خانة اسماء أراضي حط فيها مية وخمسين ألف افتح خانة اسماء مباني حط فيها تلتمية وخمسين ألف افتح خانة اسماء آلات ومعدات حط فيها ميتين ألف طيب يبقى كده دي خمس حسابات في الأصول روح في جانب الخصوم افتح لي خانة اسمها دائنين حط في 600 ألف خانة اسمها قرض البنك حط في 200 ألف خانة اسمها رأس المال حط 800 ألف خانة اسمها صافي الربح 600 ألف يبقى هنفتح في الأصول خمس خانات بقى سايم الحسابات هاي وفي الخصوم كام هنا أربعهم جميل وبعدين بقى ناخد عملية عملية من اللي انا هنقراهم دولي ونشوف تأثيرها على جانبي على جانبي أو على مجموعة جانبي المعادلة الرئيسية تمام طيب أنا هنقراهم كده بسرعة ماشي لكن لابد يكون قدام الورقة اللي فيها الشرح بتاع الحل هنقراهم وبعدين نشوف الحل مع بعضينا وبناخد عملية عملية من الورقة دي هنبقول لي ايه وقد تمت العملية اللي هاتية خلال شهر مايو 2020 أول عملية بتاريخ 16-5 ماشي كده طيب انت مش ملاحظ حاجة ان الميزانية هنا امتى معدى في يوم 15-5 يعني في نص الشهر مثلا هنستكمل كمان العمليات دي عشان نعمل معدلة في آخر شهر 5 16-5 قامت المنشئة بسداد نصف قيمة قرض البانك بص كده بالراحة سددنا ايه نصف قيمة قرض البانك طيب هو القرض بكاء بـ 200 ألف حنسد دي بحننقص القرض بـ 100 ألف وفي نفس الوقت حننقص النقضية بـ 100 ألف وبعد ايه أنا رصد آه يعني بعد كل العملية من رصد ايه أنا بس منوضح الكلام ده دلوقتي هنشوف في الحل 18-5 قامت المنشئة بسداد مبلغ 200 ألف جنيه من المستحق الميل للدائنين جميل هو الدائنين لهم كاب 600 ألف جنيه هنسدد منهم 200 ألف يبقى حننقص الدائنين بـ 200 ألف ماذا كده؟ وننقص الخزينة اللي هي اسمها النقضية 200 ألف ومن رصد بعد كده تمام؟ تقول لي طب والحسابات اللي ما جداش نحيتها خالص بنحط شرطة وننزل المجموعة بتاعها زي ما هي عشرين خمسة قام أخذ بالك من دي صاحب المشروع بتخفيض جزء من رأس ماله تخفيض جزء من رأس ماله بمبلغ كـ 200 ألف جنيه خفض جزء طبعا فيها يعني سحبهم كلهم فلوس لا اللي حيث خصصها نصف المباني لاستخدامه الشخصي المبدأ اللي عنده كبير وفيه أجزام ما بتستخدمش النصف المباني دي حنستخدمها لأغراض الشخصية اللي مسميها في المحاسبة هي مسحوبات خلالا منخفض بها رأس المال طب هي بتخفيض ايه اللي حيث قامها أو خصصها نصف المباني المباني بكام؟ المباني بـ 350 ألف نصهم 175 ألف يبقى أنا حنيجي تحت المباني والنقص 175 ألف عشان الرصيد بعد المباني بعد كده هيبقى 175 المتبقي جميل جدا طب والـ 25 البقائيين أيوة هو أهو وحصل على الباقي نقدا يبقى 175 نقص بهم المباني والـ 25 البقائيين أخدوا فيه نقدا نقصوا منين من النقضية وهكذا هنستمر في العملية دي قال لي 21 خمسة قام بسداد أجور العماء عن النصف الأول من الشاء بمبلغ 25 ألف جنيه هيسددوا الأجور منين تقول لي من النقضية يبقى النقضية نقصت بكام؟ 25 ألف جميع طب الأجور دي ايه؟ مصروفات آه مصروفات يبقى حتأثر على ايه؟ على صاف الربع أيوة اللي هو هو وانت نقصها ماشي 23 زيها زي اللي قبلها قام بسداد مصروفات متنوعة ومعنى متنوعة انت بتجمع المبلغ النهاية وخلاص مصروفات متنوعة كالآتي دي 5000 جنيه إيجار ما بتكتبش كتبت إيجار 4000 تأمين بقى 9 ما بتكتبش إيه؟ تأمين 6000 دعاية وعلان بقى 15 ودي 10 مئة وإنارة 25 إحنا بنكتب مصروفات سداد مصروفات متنوعة بنجمع المبلغ خمسة وعشرين ألف سددنا يبقى حينقص النقدية بـ 25 ألف جميل؟ ودي مصروفات زيئة زي جورو العمال وحطنقصها في الربع في جانب الخصوهما طيب بعد كده 25 خمسة قامت المنشأة بشراء أرض إضافية بمبلغ 150 ألف جنيه نقدا الله دخلنا بقى في الجزء التالت إحنا اشترينا أرض طيب والأرض تبع الأصول جميع بكام 150 ألف جنيه يبقى الأراضي حزيد بـ 150 ألف جنيه هذه أصل زاد بس حنسددها نقدة يبقى حنقص النقدية وهو يعني أصل حيزيد وأصل آخر ينقص الأراضي كأصل ماشي؟ أصل سابت حيزيد بـ 150 ألف جنيه والنقدية أصل قصير الأجل المتداول حيزيد بـ 150 ألف جنيه معنى ذلك أن العملية دي ما أثرتش على مجموعة دانبي المعادلة يهدون ما أثرتش على الأصول لأن أصل زاد وأصل آخر ايه ناص؟ 27 خمسة قامت المنشأة بتحصيل مبلغ 75 ألف جنيه من المستحقة على العملاء نفس الحكاية العملاء هم العملاء هنا عنهم كام؟ 400 ألف جنيه حصلنا منهم كام؟ 75 ألف جنيه اللي حصلنا هنحطوه فين؟ في النقدية يبقى النقدية زادت طب والعملاء نقصت وكلا الحسابين الحسابين اللي اتنين في جانب الأصول تمام آخر عملية 29 خمسة ماشي أنا منشرح نقطة نقطة وهنرجع تاني شرحها بالتفصيل في الجدول المطولة 29 خمسة هناك أجور مستحقة قادرها 25 ألف جنيه ماشي يخبرك مستحقة لم تسدد حتى نهاية الشعر الله طب تخيل إن العملية ديت مش هتأثر في حاجة خالص أجور مستحقة تقول لها دي التزامات يا أستاذ حسن الالتزامات ماشي يا سيدي بس ما تسددتش آه أجور مستحقة يعني إيه حتيجي على إيه؟ حتيجي عند صافر رب تمام كده؟ هتزيد بكلمة أجور مستحقة طيب وتنقص بإيه؟ وتنقص من صافي الرب إيبه واحدة زادت 25 ألف والتنة نقصت 25 ألف المحصلة صف إيبه ما مقصرتش على حاجة أنا كده استعرضت معاكم التمنى تسعة عمليات هم ماشي المطلوب بيان تأثير عملية سابقة على معادلة الميزانية بصورة متتابعة وإعداد الميزانية العمومية في نهاية العمليات وبعد ما نعمل كده هنعمل إبه ميزانية عمومية جديدة في نهاية تسعة وعشرين خمسة تمام؟ مستمرين مع حضراتكم خليكم معنا طيب يلا بينا حل التمنين السابق التمنين نقشناه مؤطنوطة أول حاجة أنا دلوقتي قلت هنجي نعمل الرسمة دي طالب أو طالبة هقول لي دي رسمة طوجي لها يا حبيبي لا ولا طويلة ولا حاجة خذ الميزانية اللي أنا أعطالك في التمريق قلت لك عندك خمس أصول اتنين أصول متدولة قصيرة الأجاء اللي هي النقضية والعملاء افتح خانة اسمها نقضية وخانة اسمها عملاء وعندك ثلاث أصول سبتة حاجة اسمها أراضي ومباني وقالاتهم عداد يبقى دي الأصول خمس حساباتهم روح في جانب الخصوء عندك أربعة في داينو قرد البنك رأس الماء صافي الربح تمام؟ يبقى دي الأصول أصول متدولة ووصول سبتة خمسة مع بعض الخصوء مع بعض الحكتين التزامات ممثلة في الدائنون وقرد البنك وحقوق الملكية ممثلة في رأس المال وصافي الربح ماشي؟ كويس أنا هنعمل ليه بقى؟ أول حاجة بص دي رقم العملية والتاريخ والبيان ودقنا الأصول وده الخصوء رقم العملية أول حاجة ملقاش رقم ده الرصيد اللي هو إيه؟ عطولي الرصيد النقضية كانت مليون ومئة ألف ماشي؟ والعملاء ربعمائة ألف الأراضي مية وخمسين ألف كل ده من الميزانيات العطالي في رأس التمرين مباني تلتمية وخمسين ألف آلات ومعدات ميتين ألف دائنون ستتميت ألف قرد البنك ميتين ألف رأس المال تمنمئة ألف صافي الربح كام ستتميت ألف مجموعة الأصول اتن مليون وميتين ألف ومجموعة الخصوم اتن مليون وميتين ألف تعال بقى ناخد نقطة نقطة كده اللي كنا من نقشوها كده شافها هي لأ يدمر واحد أول عملية بيقول لي إيه أنا منبصت دولة في الورقة اللي أنا أريتها بيقول لي قامت المنشاة بسداد نصف قيمة قرد البنك سداد إيه نصف قيمة قرد البنك أهو ستاشر خمسة سداد نصف قيمة القرد طب أنا عندي القرد في هنا بكاء بميتين ألف نصفهم كاء ميت ألف يبقى أنا حنيجي عند القرد ونقول ناقص ميت ألف ناقص ميت ألف ماشي طيب نسدده من من النقدية يبقى أنا حنيجي عند النقدية ونقول ناس كاء ميت ألف خلاص كده العملية دي أثرت على جانبي معادلة الميزانية أثرت على حساب في الأصول وحساب آخر فين في الخصول بنيجي بعد كل عملية إيه من رص صدق دي معناه العمليات المتتابعة بنرصه الحساب اللي اتقصه بنشوف نتيجته كه طيب والحساب اللي مجناش نحيته بينزل مبلغه زي ما هو طيب بص يا سيدنا النغضية كان فيها كام مليون ومئة ألف سددنا نقصنا مئة ألف يبقى الرصيء النغضية بقت مليون طيب العملاء جينا نحيتها لا قديره ربعو مئة ألف الأراضي جينا نحيتنا لا مئة وخمسين ألف المباني ما تأثرتش مجناش نحيطها تلتمية وخمسين ألف الآلات والمعدات زي ما هي مئة ألف الدائنون زي ما هي ستمائة ألف تعال بقص قرد البانك القرد كان بمئة ألف سددنا نصه نقص بمئة ألف يبقى الرصيء دلوقتي كمئة ألف يبقى الحسابين اللي اتأثروا وتغيروا النقدية وقرد البانك رأس المال تونمئة ألف زي ما هو صاف الربح ستمائة ألف تمام؟ هنعمل بقى كل عملية بقى هذا النظام العملية الثانية بقول ليه 18 خمسة قامت المنشاء بسداد مبلغ مئة ألف جنيه من المستحق للدائنين ماشي سددنا تقول للنغضية حتنقص والدائنين حين نقص؟ فين الدائنين أهو دائنون بستمائة ألف حنقص منها نقص مئة ألف نقص مئتين دفعنا جزء من اللي علينا للدائنين المبلغ اللي دفعناها طلع منين تقول لي من النغضية يبقى اتنين العملية الثانية 18 خمسة سداد جزء للدائنين نقص كم مئتين ألف يلا نصد بقى كده النغضية مليون نقص مئتين ألف يبقى تمنمائة ألف العملاء زي ما هي ربعمائة ألف الأراضي زي ما هي مئة وخمسين المباني زي ما هي تلتمائة وخمسين الآلات والمعدات زي ما هي مئتين ألف تعال بقى الدائنين أو الدائنون كده ستمائة ألف نقصناها بمئتين ألف أصبح الرصيد كام ربعمائة ألف قرض البنك زي ما هو دي مئة ألف ماشي رأس المال تمنمائة ألف صافي الربح ستمائة ألف تمام تعال شو باي العملية تلاتة تلاتة بيقول لي قام صاحب المشروع بتخفيض جزء من رأس ماله بمبلغ مئتين ألف جنيه تقول لي كده أوتوماتيك كده أوتوماتيك رأس المال حين أصبح مئتين ألف طيب المئتين ألف دولي اللي حصل فيه اللي حيث خصص نصف المباني لاستخدامه الشخصي إبقى نصف قيمة المباني اللي هي تلتمية وخمسين ألف نصة مئة خمسة وسبcent ألف حنأقصها هذه جزء هوا مئة خمسة وسبcent ألف وحصل على الباقي نقدا باقي المئتين ألف كخمسة وعشرين ألف حنأقصها من النقضية بص لت الات الجميلة اللي جاية النقضية نقصت بخمسة وعشرين ألف والمباني نقصت بمية خمسة وسبين ألف دول مجموحهم كان ميتين ألف في نفس الوقت رأس المال في الخصوم تبع حقوق الملكية نقص بميتين ألف طيب يلا بينا نرصت بقى النقضية كانت تمنمائة ألف نقصت خمسة وعشرين ألف يبقى سبعمية خمسة وسبين ألف العملاء زمهية ربعمائة ألف الأراضي زمهية مية وخمسين ألف المباني كانت بتلتمية وخمسين ألف نقصت بمية خمسة وسبين ألف يبقى الرصيد الجديد ده مية خمسة وسبين ألف الآلات والمعدلات زمهية ميتين ألف الدائنون ربعمية هي زي الأب لها قرض البانك مية ألف زي الأب لها تعالوا بقى رأس الماء كانت تمنمائة ألف نقصناه ميتين ألف أصبح كام ستمائة ألف طيب صافي الربح هيه ستمائة ألف زي ما هو خلاص طيب العملية أربعة بقى أربعة اللي هي إيه اللي هي في واحد وعشرين خمسة واحد وعشرين خمسة بيقول ليه قام بسداد أجور العماء عن النصف الأول من الشاه بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه قلنا النقضية حتناقص أهيه سددنا أجور العماء لهيه يبقى النقضية هنا ناقص خمسة وعشرين ألف إيه اللي تأثر تاني بص يا جماعة مصروفات أو إيرادات دي تبع صافي الربح اللي تتطرح من الصافي الربح والإيرادات بتجمع أيبا أنا نقصت هنا صافي الربح خمسة وعشرين ألف وناقصت النقضية خمسة وعشرين ألف رصت الرصيد سبعمية خمسة وسببين ناس خمسة وعشرين 750 ألف 400 ألف زي ماية نزلت 150 ألف زي ماية 175 ألف دي أنا متشوف العملية اللي أبلعها زي ما هي 175 ألف 200 ألف دي 200 ألف 400 ألف و400 ألف 100 ألف و100 ألف 600 ألف و600 تعال بقى صافي الربح ده أول مرة يتأثره كان 600 ألف أصناب 25 يبقى الرصيد 575 ألف يميل تعال العملية 5 اللي بتاريخ 23 خمسة بيقول لي زي اختلب لها قام بسداد مصروفات متنوعة كالآتي قلت لك أنا أجمع المبالغ وخلاص 5000 إيجار 4000 تعمين بقى وتسعة 6 دعاية وعلان 15 10 مئة وإنارة 25 ألف كل دي اسمها مصروفات متنوعة انت أنا كنت بتقول سداد أقول العماء لا هنا هنقول سداد مصروفات متنوعة حطان أصل نقضية ب25 ألف زي ما ناصلت اللي أبلها ب25 ألف وكذلك صافي الربح ينقص ب25 ألف يلا رصت رصيد آدي النقضية 750 ناص 25 إيبه 725 ألف العملية زمية 400 ألف تمام كده ماشي آدي الأراضي 150 ألف المباني 175 ألف الآلات والمعدات 200 ألف الدائنون 400 ألف قرض البنك 100 ألف رأس المال 600 ألف نجي هنا بقى إيه صافي الربح كان 575 ناقص 25 ألف إيبه 550 ألف تمام؟ تعالى 6 العملية رقم 6 اللي يبتريخ 25 خمسة يقول لي قامت المنشاة بالشراء أرض إضافية بمبلغ 150 ألف جنيه اشترينا أرض إضافية بمبلغ كام 150 ألف جنيه تقول لي بص حسن دي حتأثر على جانب الأصول فقط الأراضي حتزيء والنقضية تنقل صح؟ هو الشراء أراضي نقدا إحنا دفعنا كام 150 ألف جنيه هتنطرح من النقضية هنزود بيهم إيه؟ قيمة الأراضي ها أهو يبقى النقضية ناصر ب150 ألف وفي نفس الوقت أصل آخر اللي هو الأراضي زاد بكام 150 ألف ما فيش أي حاجة تأثرت تاني يعني العملية دي أثرت على جانب واحد من إيه؟ جانبي معادلة الميزانية أثرت على جانب الأصول فقط أدت إلى نقص أصل اللي هو النقضية وزيادة أصل آخر اللي هو الأراضي يلا نرصد؟ نرصد النقضية كانت 725 ألف هتنقل نقص منها نطرح منها 150 ألف يبقى 500 الرصيد 575 ألف العملية زمية 400 ألف بص بالجميلة اللي جاية دي طب الأراضي أصبحت بك تقول لي بـ 300 ألف جنيه آه دي كانت 250 واشترينا أرض جديدة كمان زادت 150 أصبحت الأراضي بـ 300 ألف المباني زي ما هي 175 ألف الآلات والمعدات 200 ألف الدائنون 400 ألف قرد البنك 100 ألف رأس المال 600 ألف صاف الربح زي ما هو 550 ألف تعالوا تشوف العملية سبعة اللي بتاريخ 27 خمسة بتقول ايه بتقول أيوة قامت المنشئة بتحصيل مبلغ 75 ألف جنيه من المستحقة على العملاء زي اللي قبلها حصلنا من العملاء تقول لي طب ما دي نقضية عملاء والاتنين تبعوا الأصول يعني تبع جانب واحد أيوة حصلنا تمام كده بدي النقضية هنا اهي زادت بـ 75 ألف هنا في البيان تحصيل من العملاء النقضية زادت بـ 75 ألف والعملاء نقصت بـ 75 ألف الحسابين الجنان دولي النقضية زادت والعملاء نقص باقي الحسابات كلها ما تأثرتش رصت يلا يبقى هنا كان فيه النقضية 575 ألف زادت بـ 75 ألف يبقى 650 ألف طب العملاء كان علوم 400 ألف سددوا يعني احنا عصلنا منهم 75 ألف يبقى العملاء دلوقت علوم 325 ألف الأراضي 300 ألف زمهية المباني 175 ألف الآلات والمعدات 200 ألف الدائنون 400 ألف قرد البنك 100 ألف رأس المال 600 ألف وآدي صافر رجعكم 150 تعالي بآخر عملية اللي هي رقم 8 بتاريخ 29 5 بولي هناك أجور مستحقة أجور مستحقة ولا عدود دي التزاء قادرة كامل يعني ما تسددتش 25 ألف جنيه لم تسدد حتى نهاية تعالي بص العملية الجميلة دي العملية دي تمنهاش علاقة خالص بالأصول بص الأصول كلها ما تقصرتش تعالي هي ما تش هتقصر علي حاجة خالص لأن دعلينا أجور مستحقة ولسه ما تسددتش هتقول لي يا أستاذ حسن طيب ما هدية هتزود الالتزامات أيوة ماشي هتزود الالتزامات طيب ما الالتزامات دي الأجور دي تعتبر مصروف حلو قوي ماشي دي المصروفات لما هتندفع هتنقص صافي الربح يبقى بتؤدي إلى الآتي مرة زيادة 25 ألف جنيه باسم الالتزامات ومرة نقص نقص ب25 ألف جنيه اسمها صافي الربح يبقى موجة ب25 هتروح مع سالب 25 يبقى المحصلة صفر يبقى 550 ألف زماهية سبتة خلاص طيب تعبها الرصي ده آخر رصي ده النقضية كام 650 ألف جنيه العملاء كام 325 ألف جنيه الأراضي كام 300 ألف جنيه المباني 175 ألف جنيه الآلات والمعدات 200 ألف جنيه الدائلون 400 ألف جنيه قرض البنك 100 ألف جنيه رأس المال 600 ألف جنيه صافي الربح 550 ألف جنيه جميل؟ جميل عايز تتأكد إن حلك صح بص بالتأكد من إن حلك صح بتعمل إيه؟ بتمسك الخمس حسابات اللي في الأصول دولي الخمسة دولها النقضية والعملاء والأراضي والمباني والأراضي والمعدات والمعدات وتجمع آخر خمس أرصيدة الليش آخر رصيدة هو؟ هتجمع 650 ألف زاد 325 ألف زاد 300 ألف زاد 175 ألف زاد 200 ألف إجمعهم حيديك مليون 650 ألف مليون كام؟ 650 ألف تمام تعال جمع لي بقى في جانب الخصوم الأربع حسابات اللي هم الدائنون وقرض البنك ورأس المال وصاف الربل بس آخر أرصدة الدائنون آخر الرصيدة 400 ألف قرض البنك 100 ألف رأس المال 600 ألف صاف الربح 550 ألف حتجمع 400 روية زاد 100 ألف زاد 600 زاد 50 ألف حديني مليون 650 ألف كده أنا تأكدت وتحققت إن شغلي صح لأن مجموع الأصول بتساوي الخصوم وده أساسي المعادلة المحاسبية تمام خلصنا تمام هو كان بولي في الآخر في الآخر إيه كمان طيب وإعداد الميزانية العمومية في نهاية العمليات مستعينة بالميزانية العمومية المعطوة في بداية التمرير آه يعني بقول لك عمل لي بقى ميزانية جديدة جديدة مع آخر التاريخ اللي هو 29 خمسة أو 30 خمسة مش هتفرق حطي لي بقى افتح لي الحسابات دي الخمسة دي وحطي لي الأرصدة الجديدة يعني حطي لي نغضية 650 ألف حطي لي عملاء 325 ألف حطي لي أراضي 300 ألف حطي لي مباني 175 ألف حطي لي آلات ومادات 200 ألف جنيه والمجموعة تحت مليون 650 ألف تمام روح جانب الخصوم حطي لي دا إنون 400 ألف قرض بان 200 ألف رأس المال 600 ألف صاف الربح 550 ألف والمجموعة 650 ألف يعني أنت عايز ميزانية آه آه يا سيدي تكملة الحل في الجزء الصغير الجميلة الميزانية العمية في يوم 29 خمسة لو تاريخ آخر عملية أدي الأصول وأدي الخصوم الأصول أولا عندي أصول متدولة قصيرة الأجأ أدي نقضية 650 ألف جبتها منين يا أستاذ حساء آه من آخر رصيد آه آخر رصيد في الجدول دا 650 ألف عملاء 325 ألف منين آه 325 ألف أصول سبتة أراضي 300 ألف آه الأراضي 300 ألف مباني 175 ألف أدي مباني 175 ألف آلات ومعدات 200 ألف آه أدي الخمس أصول خلصتهم اجمع لبال مباني كلها 1.650.000 أدي مموع الأصول رح لبال في الخصوم أدي التزامات دائنين وقرض البنك دائنين وقرض دائنين كام فين دائنين أهي 400 ألف أدي 400 ألف قرض البنك كام 100 ألف أدي 100 ألف تعالي حقوق الملكية رأس المال كام 600 ألف جاري صاحب المشاولة الصفرة 550 ألف اجمعهم 400 ألف زائد 100 ألف زائد 600 ألف زائد 550 ألف تماماً كده؟ دولة هيدوني كام؟ يدوني 1.650.000 ده مجموعة الخصومة مجموعة الأصول بتساوى مجموعة الخصوم إبه كده حلينا التمرين وزبطناه وشرحناه بالتفصيل بكده انتهى ماشي الجزء الخاص بمعادلة المحاسبة الرئيسية أو معادلة المحاسبة الأساسية أو معادلة الميزانية شرحناها على أكمل وجه في فيديوهين الحصة السادسة والحصة السابعة كان معكم الأستاذ حسن حسن برمو كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إتكو التجارية محافظة البحيرة وموجه أول المحاسبة سابقة نترككم في معاية الله وأمنه